موسيقى اهلا بكم الى نشرة مفصلة من الاخبار نبدأها بالعنوين موسيقى رئيسي يؤكد ان جريمة الاعتداء على القنصلية الايرانية في دمشق لم تمر من دون رد والمجلس الاعلى للامن القومي الايراني يعلن اتخاذ القرارات المناسبة وجلسة لمجلس الامن اليوم بطلب روسي موسيقى ادانة عربية جامعة ودولية واسعة احتلال الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق وواشنطن تتنصل من الاعتداء وتقول لطأران لم نبلغ به مسبقا موسيقى 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 الاحتلال يغتال سبعة من عمال اغاثة المطبخ المركزي العالمي من جنسيات اجنبية وسط القطاع والمنظمة تؤكد ان الاعتداء جرى رغم التنسيق مع الجيش الاسرائيلي وتعلن وقف عملياته موسيقى الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد اربعمائة مواطن في المجزارة الاسرائيلية بمجمع الشفاء الطبي والبيت الابيض يطلب ايضاحات من اسرائيل موسيقى اسنادا لغزة المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف موقع الملكي غدا تسلسلة عمليات ضد الاحتلال طالت مقرا قياديا ومواقع وتجمعات على الحدود موسيقى المقاومة الاسلامية في العراق تعلن السداف قاعدة تلنوف الجوية الاسرائيلية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة موسيقى اهلا بكم فيما العضوان الاسرائيلي مستمر على غزة لليوم التاسع والسبعين على التوالي واصل الاحتلال انتهاكاته على كل المستويات في القطاع لتطالع عمال اغاثة اجانب بالتزامن مع استمرار مجازره هذا في وقت ما زالت فيه جريمة اعتدائه على القنصلية الايرانية في دمشق تتفاعل اذ هدد الطهران اليوم بان هذه الجريمة لن تبقى من دون رد اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق هو جريمة ارهابية جديدة لن تبقى من دون رد وفي بيان ادانة قال رئيسي ان كيان الاحتلال يلجأ الى الاغتيالات الجبانة بعد هزيمته امام عزم مجاهدي جبهة المقاومة رئيسي اضاف ان الشهدين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي كان من ابطال الدفاع المقدس ووجودهما في سوريا كان بصفة مستشار اعلى واشدد الرئيسي على ان السلوكيات الوحشية للصهاينة لن تحقق لهم اربهم وليعلموا ان جبهة المقاومة تزداد قوة يوما بعد اخر مواقف الرئيس الايراني جاءت غداة حضوره اجتماع المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الذي انعقد ليلة امس لبحث الاعتداء على القنصلية الايرانية في سوريا وقال الاعلام الايراني انه جرى خلال الاجتماع اتخاذ القرارات المناسبة من دون اعطاء تفاصيل ايضافية الى ذلك يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسة لبحث الاعتداء على القنصلية الايرانية في سوريا بطلب من موسكو واوضح النائب الاول لمندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي ان الجلسة التي تحدد موعدها عند الثالثة بتوقيت نيويورك اي التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القدس الشريف ستكون مفتوحة الممثلية الايرانية لدى الامم المتحدة كانت قد طالبت مجلس الامن باتخاذ اجراءات لازمة وبعقد اجتماع عاجل لبحث الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية عبر العدوان الاسرائيلية على القنصلية الايرانية في دمشق وفي رسالة الى الامم المتحدة حملت الممثلية الايرانية الاحتلال الاسرائيلي مسئولية جميع عواقب هذه الجريمة الارهابية مشددة على ان ايران تحتفظ بحقها في الرد الحاسم على مثل هذه الجرائم وفق مثاق الامم المتحدة ودعت الرسالة مجلس الامن للتأكد من تنفيذ العدالة بحق من يتحمل مسئولية مثل هذه الاجراءات المجرمة وكان قد ارتقى سبعة شهداء في عدوان اسرائيلي استهدف امس مبنى القنصلية الايرانية في العاصمة السورية دمشق واكد بيان حرس الثورة الاسلامية في ايران ان من بين الشهداء قائد قوة القدس في لبنان وسوريا العميد محمد رضى الزاهري ومساعده مصدر عسكري سوري قال ان العدوان الاسرائيلي ادى الى تدمير مبنى القنصلية الايرانية بكامله واستشهاد واصابة كل من كان بداخله وينضم الينا من طهران مالك عابدة ومن دمشق محمد الخضر وايضا من غزة احمد غانم ونبدأ من دمشق من الزميل محمد الخضر ليطلعنا على اخر التطورات بعد هذا الاعتداء الاسرائيلي يوم امس الذي طال القنصلية الايرانية كيف تبدو الاجواء الان محمد الصباح الخير عادت الحركة امام مبنى السفارة الايرانية المجاور تماما لبناء القنصلي الذي كان عرضة لهذا العدوان وادى الى تدبيره بشكل كامل حتى ساعات متأخرة من فجر هذا اليوم كانت هناك عمليات رفع الانقاذ والبحث عن ناجين بطبيعة الحال استقر العدد على سبعة شهداء بينهم الشهداء القادة في الحرس الثورة والخبراء الايرانيين في سوريا وعدد من مرافقهم وهناك بطبيعة الحال اصابات نقلت الى المشافي كان هناك اصابات بين المدنيين لان مقر السفارة ومقر القنصلية يطل تماما على اوتوستراد المزة الذي يشهد ازدحاما هائلا في ساعات قبل الافطار العدوان الاسرائيلي جرب الامس عند الساعة الخامسة مساء وهي ساعة الذروة بالفعل للتحرك هناك اضرار كبيرة في المباني المحيطة في الابنية حتى المقابلة على بعد حوالي 30 و40 مترا مبنى مثلا نقابة المهندسين السوريين التي انهار كل الزجاج لهذا البناء في تلك المنطقة طبعا هناك حالة غضب كبيرة حالة استياء حتى على المستوى الشعبي بعد ان عبر بالامس وزير الخارجية السوري عن موقف الحكومة السورية وتاكيده على التلاحم بين البلدين وان هذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تكررت يعني انت تعلم ملحم انه قبلها بيوم كان هناك اعتداء على منطقة الديماس ومنطقة جمهرية مركز البحوث وقبلها بيوم كان هناك اعتداء ايضا دموي على محيط حلب ادى الارتقاء اكثر من 40 شهيدا كل هذه الاعتداءات لن تفت بعضد هذه العلاقات السورية الايرانية مع نقله بشكل مباشر تعازي الحكومة والدولة والشعب السوري للايرانيين والاطمنان على السفارة وعلى السفير لان السفير حقيقة كان في مكان مجاور جدا امتار قليلة عن مكان هذا العدوان طبعا كان هناك اهتمام كبير جدا على المستوى الرسمي كان وزير الداخلية السوري اشرف بنفسه على عمليات الانقاذ وعمليات رفع الانقاذ وامت المكان وفود وقيادات امنية وعسكرية كبيرة لالاطمنان والمتابعة التي جرت في ذلك الموقع الاعتداء الاسرائيلي ابقى معنا محمد وننوه مشاهدين الكرام الى هذه الصور التي تأتينا الان مباشرة من مكان الاعتداء على القنصلية الايرانية في سوريا الذي جرى يوم امس من قبل الاحتلال الاسرائيلي اذا هذه الصور مباشرة من مكان الاعتداء الذي راح ضحيته حوالي سبعة شهداء كانوا في داخل مبنى القنصلية الايرانية بينهم مستشارين ايرانيين وبالتالي طبعا كان هناك ردود افعال من قبل الجانب الايراني وايضا بيان من قبل حرس الثورة بالاضافة الى اجتماع عاجل لمجلس الاعلى الامن القومي الايراني وكذلك تصريحات متعددة سنستطلع الاجواء الان مع مرسلنا مالك عابدة من طهران حول هذه التصريحات واخر التداعيات لهذه الجريمة الاسرائيلية مالك نعم الحم جميع المؤشرات والدلائل تشير الى ان هناك رد ايراني قادم على هذه الجريمة والاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في سوريا مالك مساء يوم امس الاجتماع الطارئ للمجلس الامن القومي الايراني يوم الامس واليوم واليوم ايضا عبر الرئيس الايراني الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قبل قليل على ان هذه الاعتداءات الاسرائيلية لن تحول دون تقوية محور المقاومة وبان الرد او على الصهاينة انتظار الرد من ايران هذا من جهة من جهة اخرى ايضا قبل قليل كان هناك تصريح لافت لوزير الداخلية الايرانية احمد وحيد واكد بان الرد على الصهاينة ان ينتظر الرد الحاسم من ايران اذا هذه التصريحات وهذه الاعلانات من قبل المسؤولين الايرانيين تؤكد ان هناك رد ايراني لسيما ان هناك غضب شعبي استياء شعبي كبير تنديد شعبي المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالاعتداء الاسرائيلي الاخير استمرت حتى ساعة الاولى من صباح هذا اليوم تنديدا بالجريمة الاسرائيلية والاعتداء الاسرائيلي الاخير الذي وقع يوم امس في العاصمة السورية دمشق الجميع هنا يطالب بالثأر للشهداء يطالب باخذ الثأر والرد على انتهاك الاحتلال الاسرائيلي او كيالاحتلال الاسرائيلي للخطوط الحمر الايران على الاعتبار بانه قد ضرب او قد استهدف جزءا من التراب او السيادة الايرانية اذا المقاومات باتت موجودة ونحن بانتظار ما هو الرد الايراني كيف سيكون وكيف سوف تكون هذه العاطبة ومن جهة اخرى كان هناك تحركات دبلوماسية وسياسية ملحم واسعة تستمر حتى هذه اللحظة كان هناك اتصال هاتفي من قبل سيد حسين امير عبداللهيان معدد من وزراء الخارجية كوزير الخارجية السوري فيصل المقداد وايضا العماني وايضا مع الامير العام لمنظمة التعاون الاسلامي وايضا تم استدعاء السفير السويسري المقيم في طهران وهو القائم باعمال نسالة له مفادها بان الامريكيين سوف يحاسبون على دعمهم الكبير لكيان الاحتلال الاسرائيلي الادانات ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة وزارة الخارجية الايرانية تتواصل مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية من اجل ادانة هذا الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية ملحم مالك ابقى معنا ننتقل الى غزة ومعنا من هناك الزميل احمد غانم ليطلعنا ايضا على اخر التطورات الميدانية في قطع غزة احمد ملحم العدوان الاسرائيلي تواصل على قطاع غزة ولا يزال حتى اللحظة يستهدف مناطق عديدة من القطاع الساعة الماضية شهدت عدوانا اسرائيليا طاول منطقة خان يونس وكذلك مدينة غزة وايضا منطقة دير البلح الاليات الاسرائيلية استهدفت بالنار مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وكذلك ايضا استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة ابو العجين في شرق دير البلح وسط قطاع غزة ما نتج عن هذا القصف طبعا عدد من الاصابات وكذلك شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية سلسلة من الغارات على خان يونس جنوب القطاع لكن منذ الليلة الماضية يعني يوم امس شهدنا استهدافا اسرائيليا لتجمع للاطفال بكل اسف في منطقة البرازيل يعني على الحدود المصرية الفلسطينية راح ضحية هذا القصف خمسة شهداء وهذه الليلة ارتقى ستة شهداء آخرين في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة زعرب الى الغرب من مدينة رفح ما ادى الى وقوع ستة شهداء ظلت عمليات الانقاذ طبعا عدة ساعات متواصلة بفعل ضعف امكانات طبعا الدفاع المدني في خان يونس جنوب قطاع غزة الجيش الاسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين قرب دوار الشيخ ناصر وسط خان يونس ما ادى الى ارتقاء اربعة شهداء والطائرات الحربية الاسرائيلية دمرت منزلا لعائلة قديح مقابل مدرسة طيبة في عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس عمليات الجيش الاسرائيلي العدوانية تتركز عبر سلاح الجو الاسرائيلي الذي يستهدف مناطق وسط قطاع غزة وسط خان يونس حيث تتمركز القوات الاسرائيلية هذه المناطق كان قد انسحب منها الجيش الاسرائيلي الاشهر الماضية ولكنه عاد مجددا واقتحم مستشفى ناصر قبل اسبوع من الان انسحب منه بالتزامن مع خروجه من مجمع الشفاء الطبي ولا يزال او لا تزال المدفعية الاسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه مناطق مختلفة ابرز المناطق التي تتمركز فيها الاليات الاسرائيلية حتى الساعة هي منطقة المعسكر الغربي منطقة مستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني منطقة شمال القرارة محيط سجن اصداء وكذلك شارع خمسة الى الشرق من مدينة حمد في المنطقة الوسطى ملحم الجيش الاسرائيلي ايضا هذه الليلة نفذ سلسلة واسعة من الغارات ولكن ابرز الجرائم الاسرائيلية كانت استهداف سيارة تابعة للمركز او المطبخ المركزي العالمي ما ادى الى ارتقاء سبعة من عمال هذا المركز معظمهم من حملة الجنسيات الاجنبية المركز اعلن او المطبخ اعلن وقف عملياته في قطاع غزة احتجاجا على هذه طبعا الجريمة بالمناسبة السيارات كان واضحا عليها شعار هذه المؤسسة او شعار هذا المطبخ وبوقف العمل في الحقيقة فان الاف الاسر التي كانت تعتمد يوميا على الوجبات التي يعدها هذا المطبخ ستتوقف كذلك ملحم كان لافتا ان معظم المساعدات التي دخلت عبر البحر عبر هذا المطبخ قد خففت قليلا من الازمة الانسانية الكبيرة فيما يتعلق بالغذاء لذلك واضح بان جيش الاحتلال الاسرائيلي كان متقصدا باستهداف هؤلاء العمال ربما في اطار سعيه لمحاربة المؤسسات الاغاثية العاملة على الارض وهي رسالة بكل تأكيد لكل المؤسسات الاخرى العاملة في قطاع غزة ولكن من الواضح بانه بعد وقف مؤسسة الاغذية العالمية عملها في مدينة غزة واليوم المطبخ المركز العالمي هذا قد يترك آثارا مدمرة في الحقيقة على اوضاع مليون وخمسمائة الف نسمة من النازحين على الاقل في مدينة رفح جنوب القطاع واكثر من ستمائة الف في المنطقة الوسطى هؤلاء سيتعرضون ربما او ستتعمق اوضاع المجاعة لديهم كان هناك شهيد طفل في استهداف مسجد البشير في منطقة دير البلح هذه الليلة والقذائف المدفعية تواصلت طوال الليل على مخيمي البريج والمغازي وكذلك مفترق الشهداء المغراقة مدينة الزهراء بالاضافة الى شمال المناطق الشمالية الغربية للنصيرات في مدينة غزة بعيد انسحاب الجيش الاسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي تواصلت عملية انتشال الشهداء والجرحى المكتب الاعلام الحكومي قال بان اكثر من اربعمائة جثة تم انتشالها من محيط هذا المجمع احمد غانم شكرا جزيلا لك كنت معنا من رفح وشكر لمالك عابدة من طهران ومحمد الخضر من دمشق وبالعودة الى ايران قال حرس الثورة الاسلامية في ايران او نعى في بيان له سبعة من مستشاريه شهداء والذين كانوا من قدامى مجاهدية ثورة الاسلامية واضف البيان ان الاحتلال فشل امام الارادة الصلبة لمجاهدي جبات المقاومة في المنطقة مؤكدا ان العملية الاسرائيلية جاءت عقب هزائم اسرائيل غير القابلة للترميم وصمود سكان قطاع غزة هذا واعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان بلاده استدعت القائمة باعمال السفارة السويسرية لديها لتأكيد مسئولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصرية طهران في العاصمة السورية دمشق عبداللهيان وفي منشور عبر منصة اكس اشار الى ان استدعاء المسئول في السفارة السويسرية لدى طهران جرى بصفته حامل مصالح الامريكية في ايران مشيرا الى انه جرى توضيح ابعاد الهجوم الارهابي وجريمة الكيان الاسرائيلي وتأكيد مسئولية الحكومة الامريكية في هذا الصدد في المقابل نقلت وسائل اعلام امريكية ومن بينها شبكة ان بي سي عن مسئولين امريكيين قولهم ان ادارة بايدن ابلغت طهران بان واشنطن لم تكن على علم بالهجوم على القنصرية الايرانية في دمشق مشيرة الى انه جرى ابلاغ الادارة الامريكية بالهجوم عندما كانت الطائرات الاسرائيلية تحلق في الجو كذلك افاد موقع اكسيوس بان الولايات المتحدة ابلغت ايران بان ليس لها اي علاقة او معرفة مسبقة بالهجوم وبان اسرائيل اخترت ادارة بايدن بالضربة على دمشق قبل تنفيذها بدقائق قليلة ونقل اكسيوس عن مسئولين اسرائيليين ان تل ابيب لم تطلب موافقة واشنطن على تنفيذ العملية وان الجيش الاسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لعمليات انتقامية وزير الخارجية الايراني كان قد قال ان نتنياهو فقد توازنه العقلي عقب هزائمه المتتالية في غزة وعدم تحقيق اي من اهدافه في الحرب وفي اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد اكد عبداللهيان ان العضوان الاسرائيلي على القنصلية هو تجاوز لجميع العراف الدبلوماسية والمعاهدات الدولية محملا اسرائيل مسئولية عواقب هذه الخطوة وزير الخارجية السوري كان قد اكد من مبنى السفارة الايرانية في دمشق ان هذا الاعتداء هو انتهاك للقانون الدولي نؤكد مرة اخرى ان اسرائيل لا يمكنها ان تؤثر على العلاقة التي تربط الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية لقد قلنا منذ وقت طويل ان اسرائيل والكيان العنصر الصهيوني هم رمز للارهاب في هذا العالم والمجازر التي ارتكبوها في القطاع غزة بشكل خاص وفي الضفة الغربية تدل على انهم ليسوا ببشر تدل على انهم يحاربون الانسان اينما كان من جاته قال السفير الايراني في دمشق حسين اكبري ان على اسرائيل ان توقف جرائمها وان لا فسيتضرر كثيرون في هذه المعادلة هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم اي اعراف وقوانين دولية هذا الكيان يقوم باعمال منافية للانسانية ونحن سنبقى الى جانب المقاومة والشعب ولسنا قلقين من اجراءات هذا الكيان الصهيوني يجب ان يوقف هذه الجرائم المرتكبة واذا لم تتوقف الجرائم فسيتضرر الكثير في هذه المعادلة وفي طهران خرجت تظاهرات حاشدة في طهران وعدد من المدن الايرانية تنديدا بالعضوان الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق ودعما لقطع غزة ونظمت وقفات احتجاجية في ميدان فلسطين بالعاصمة الايرانية طهران والعديد من المدن الايرانية بينها قزوين واصفهان وكرمان وعرشت وساري شمالية ايران المتظاهرون حملوا الاعلامة الفلسطينية ومجسمات للشهداء الفلسطينيين بالاكثان تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في وجه العضوان الاسرائيلي على غزة وطالبوا بالرد الفوري على هذه الجريمة النكرى جمهورية اسلامية انتقام انتقام جمهورية اسلامية انتقام انتقام جمهورية اسلامية انتقام انتقام وزارة الخارجية السعودية ادانت استهداف مبنى القنصلية الايرانية في دمشق وفي بيان عبرت الخارجية عن رفض الرياض القاطع لاستهداف المشاة الدبلوماسية لاي مبرر كان وتحت اي ذريعة واكدت الخارجية السعودية ان العضوان يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية وادان كل من الامارات والعراق وسلطنة عمان وقطر ومصر والاردن وحكومة صنعاء العضوان على القنصلية الايرانية في دمشق اضافة الى باكستان وروسيا والصين كما ادان كل من كوبا وفنزولا الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق وادانت كذلك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الاسلامي وحركة حماس استهدافها فيما اكدت من جهتها احزاب اللقاء المشترك في صنعاء ان الجريمة محاولة لتصدير ازمة الاحتلال الداخلية الى الخارج بعد فشله لنحو نصف عام امام المقاومة الفلسطينية حزب الله ادان جريمة السهداف واغتيال القائد زاهدي واخوانه في مبنى القنصلية الايرانية في دمشق مؤكدا ان هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب وانتقام وفي بيان شدد حزب الله على ان هذه الجريمة تدل على ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد ان تصفية القادة يمكن ان توقف مقاومة الشعوب مضيفا ان شهيد زاهدي كان من الداعمين الاوائل والمضحين والمثابرين من اجل تطوير وتقدم عمل المقاومة وان دماءه ستثمر مزيدا من الاصرار على المقاومة ومواجهة الاحتلال بالعودة الى غزة فقد افاد مراسل الميدين بان الاحتلال شن قبل قليل غارات عنيفة على شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن معدوي اصوات الاشتباكات في المنطقة جيش الاحتلال كان قد اغتال فريق اغاثة اجنبيا مكونا من سبعة اشخاص بقصف استهدف سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي قوات الاحتلال استهدفت مركبة فريق الاغاثة على طريق البحر غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ما ادى الى سشاد العاملين في المطبخ المركزي العالمي وادان مكتب الاعلام الحكومي في غزة جريمة الاغتيال محملا اسرائيل المسئولية الكاملة عنها فيما اكدت القوى الوطنية والاسامية الفلسطينية ان هذه الجريمة رسالة ترهيب لكل العالم الجبين هدولة اللي بعملوا طعمة للنزحين من غزة واشي وما شفنا اليهود اللي ضربين الاجانب اللي بقلبهم وهي اللي صار والضربة صارت يعني في جب غاد محروق هايو في الكامل والجب التاني والتنين مصفحات يعني مبيناتنهم لاجانب وما شفنا اللي الضربة عليهم صرنا نجري يعني انو نطلحهم ايش بدنا نقول يعني الله يرحمهم يعني مين ما يكونوا احنا مسلمين ومنعرف ربنا الله يرحمهم نبلتوهم وين ايجت الاصعافات وعربيات مدنية من عنا اخذوهم على البصة الشفيات الموجودة هان اللي ضلت يعني منظمة المطبخ المركزي العالمي اعلنت وقف عملياتها مؤقتا وفورا في قطاع غزة مشيرة الى انها ستتخذ قرارات بشأن مستقبل استمرار عملها قريبا المنظمة اكدت ان فريقها كان يتحرك في منطقة من زوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة اخرى تحمل شعارها واضفت ان الفريق تعرض للقصف اثناء مغادرته مستودعا في دير البلح رغم تنصيق التحرك مع الجيش الاسرائيلي واشارت الى ان هذا الهجوم هو ايضا هجوم على المنظمات الانسانية واشارت المنظمة الى ان شهداء السبعة هم من استراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزوجة من امريكا وكندا وفلسطين الى ذلك طلب وزير الخارجية البولندي تفسيرا عاجلا من السفير الاسرائيلي بشأن مقتل متطوع بولندي في غزة كذلك اكد رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البنيزي ان او طلب البنيزي ان بلاده تريد تفسيرا حيال مقتل مواطنة استرالية هي من بين عاملين الاغاثة الاجانب واشدد على ضرورة اجراء مساءلة كاملة عن مقتل عمال الاغاثة تتوقع استراليا اجراء مساءلة كاملة عن وفاة عمال الاغاثة وما حصل غير مقبول على الاطلاق يجب توفير الحماية لعمال الاغاثة والعاملين في المجال الانساني بل لجميع المدنيين الابرياء كان لاستراليا موقف واضح جدا يتمثل في دعم وقف اطلاق النار باستدام والدعوة اليه مدة من الوقت والدعوة الى وصول المساعدة الانسانية الى سكان غزة الذين يعانون هذا الحرمان وللتأكد من اطلاق صراح السجناء كما يجب منظمة المطبخ المركزي العالمي نشرت مقطع فيديو يظهر موظفة الاغاثة الاسترالية خلال عملها في غزة اواخر الشهر الماضي وفي تفاصيل الفيديو تظهر موظفة الاغاثة الاسترالية في احد مطابخ المنظمة في دير البلح كشفت المشاهد من مستشفى الشفاء ومحيطه بعد اسبوعين من الحصار حجم المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي محولة المجمع الطبي الى ركام بعدما دمرته واحرقته تدميرا كاملا في اثناء حصاره فيما عثر على مئات الجثث لشهداء في المجمع والشوارع والطرق المحيطة به مراسلنا محمود العوضية جال في اقصام المستشفى ومحيطه واعد التقرير التالي هذا هو المشهد في المجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة تحول هذا المكان الى كومة من النار والرماد اكبر مستشفى في قطاع غزة الذي يخدم اكثر من اثنين مليون نسمة ويقدم الخدمات الطبية للمرضى والجرحة في قطاع غزة حوله الاحتلال الاسرائيلي الى ساحة حرب والى كومة من الردم مبنى الجراحات التخصصي نراه في الواجهة وفي الصورة حوله الاحتلال الاسرائيلي ايضا الى كومة من النار المستشفى مدمر بالكامل مجرف بشكل كامل في هذا المكان هنا نرى مبنى الاستقبال يعني لم يبقى استقبال ولم تبقى مستشفى حوله الاحتلال الاسرائيلي وكأنه ساحة حرب مئات من الشهداء مئات من الاسرى اعدامات ميدانية في داخل هذا المكان محيط المستشفى حوله الاحتلال الاسرائيلي الى ساحة حرب سنتجول في داخل المستشفى ونرصد لكم حجم الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال الاسرائيلي هنا نرى دمارا كبيرا مهما تجولنا في داخل اقسام المستشفى دمار كبير دمار واسع وكأن الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان يعني لا ندري ما هي نية الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه لهذا المكان الذي أحرقه بشكل كامل في ظل وجود آلاف من النازحين والجرحى والمرضى في داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي يتحول هذا المكان كما نرى في الصورة وفي المشهد إلى ردم وإلى مكان محروق خرج وترك خلفه هذه الحرائق وترك خلفه أسرة المرضى بدون أي ملامح وبدون أي معالم هنا مبنى الجرحات التخصصي من الداخل بصعوبة حتى صعدنا إلى هذا القسم كما نرى حجم التدمير وكأنه تسونامي ضرب مجمع الشفاء الطبي من داخل مبنى الجرحات التخصصي في مدينة غزة داخل مجمع الشفاء الطبي نشاهد هذه الصور لحجم التدمير على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي بطائرات الـ F-16 كان يقصف هذا المكان الذي خرج منه عشرات من دثامين الشهداء هذا المكان دمره الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل الآن المجمع هو بحاجة إلى تدمير كل وإسقاط على الأرض بشكل كامل وتجريفه وإنشائه من البداية لأنه حتى لا يصلح فيه أي نوع من أنواع الإعمار بعد ذلك نحن هنا أعلى قسم الجرحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي نرى في هذا المشهد كيف حول الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي إلى زلزال كبير الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يغيب هذه المنطقة وأراد أن يغيب ملامح مجمع الشفاء الطبي حتى لا يبقي له أي أثر لا يريد لهذا المجمع أن يقدم خدمات للمرضى والجرحة والنازحين لمرضى الكلا لكل من يقدم لهم خدمة في قطاع غزة أكثر من 2 مليون إنسان يتلقى خدمات من هذا المجمع الاحتلال أحرق مجمع الشفاء الطبي وهو من أقدم المستشفيات في قطاع غزة ثالث أكبر مستشفى في فلسطين أكبر مستشفى في قطاع غزة نشاهد من الأعلى هذا الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي حجم دمار كبير وانتقام ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا المجمع الذي حاول مرارا وتكرارا أن يقتحمه واقتحمه ولكن هذه المرة كان حجم الدمار مغايرا عن أي زمان فكر فيه الاحتلال الإسرائيلي أن يقتحم مجمع الشفاء الطبي محمود العوضية من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة الميادين المكتب العالمي الحكومي في غزة أكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة صادمة ضد الإنسانية بتدمير وحرق وتجريف مجمع الشفاء الطبي وأضاف المكتب أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 400 شخص واعتقلت نحو 300 وحاولت تغفاء جرائمها بإعداء مئات المدنيين والجرحى داخل أسوار المجمع وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة تجاه جريمة مجمع الشفاء لكونهم هم من يعطون الاحتلال الضوء الأخطر للاستمرار في جرائمه من دون إدانتها المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير قالت للصحفيين إن الإدارة الأمريكية ستتواصل مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير وصفتها بالمقلقة وأشارت إلى العثور على جثث متناثرة في مجمع الشفاء الطبي إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها إنه أمر مقلق جدا إذا كان هذا صحيحا نحن نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات وهذا أمر مهم أيضا علينا أن نتأكد من التحقق من صحة ما نسمعه ومن التحقق من المشاهد أيضا إلى الضفة الغربية حيث اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة البلدة القديمة في نابلس واعتقلت الشاب منتصر عكوب بعد إصابته في قدميه قوات الاحتلال كانت قد دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه نابلس قبيل انسحابها من المدينة كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وفي شمال القدس المحتلة فاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحمها مخيم قلندية وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم بعد مواجهات لساعات مع مقاومين قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الصحافية بالقنابل الصوتية وعرقلت تعملها عند مدخل المخيم إلى جبهة جنوب لبنان حيث استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية صباحة وفجر اليوم تجمعا لجنود العدو في موقع المالكي بالأسلحة المدفعية والصاروخية وكانت قد استهدفت أمس مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بالقضائف المدفعية مجاهد المقاومة سهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوب اللبنانية المحتلة مرتين بالأسلحة الصاروخية وقضائف المدفعية المقاومة سهدفت كذلك فريقا فنيا إسرائيليا أثناء إجرائه صيانة للتجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغداد المقاومة الإسلامية في لبنان نشرت مشاهد من عملية السدافة تجهيزات تجسسية مستحدثة في نقطة الجرداح التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر إلى العراق حيث أكدت المقاومة الإسلامية استهدافها قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء وفي بيان أكدت المقاومة العراقية أن عملية الاستهداف جرت لاستخدام الطائرات المسيرة مؤكدة استمرارها في دك معاقل العداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهالي غزة في غضون ذلك قرر ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هدفا جويا سقط على قاعدة للجيش بمنطقة خليج إلات وأظهر مقطع فيديو أكدت وكالة رويتر صحته لحظة الهجوم حيث شهد الدخان يتصاعد من أحد المباني مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري أكد أن المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن العسكري أشار إلى تجهيز نحو 12 ألف مقاتل للدفاع عن الفلسطينيين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقادفات ضد الدروع والصواريخ وذلك لشروع في قطع الطريق البرية الذي يصل إلى الكيان الصهيونية أفد مراسل الميدين بشن عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الطائف في مدرية الدريهمي جنوبية محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن وفي سياق آخر ادعت القيادة المركزية الأمريكية تدمير طراض بحري مسير قالت إنه مثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف في البحر الأحمر تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب بدعوة من أهالي الأسرة لدى المقاومة في غزة للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو المتظاهرون احتشدوا في إطار فعالية تستمر ثلاثة أيام أمام مقر الكنيسة ضد حكومة نتنياهو بعد فشلها في إدارة ملف الأسرة وطالبوا بضرورة إجراء انتخابات جديدة نحن هنا للاحتجاج وللمطالبة بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن نشعر وكأننا وصلنا إلى الحافة نحن بحاجة فعلا إلى التخلص من رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو للأسف إنه لا يقوم بعمله جيدا كما نعتقد إنهم غير قلقين بشأن ما يحدث في البلاد ومع الناس إنهم قلقون بشأن الحفاظ على مناصبهم في الحكومة إنهم يعملون من أجل أنفسهم وليس من أجل الشعب أريد إجراء انتخابات نحن بحاجة إلى جعل الناس يختارون قيادة جديدة لهذا البلد لا يمكننا مواصلة المسال الذي نسير فيه من الواضح أن كل ما يدفع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو هي في الأساس ديكتاتوريته الخاصة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد لصحفيين أن لدى واشنطن التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل وذلك في عقاب اجتماع الأمريكي الإسرائيلي افتراضي ناقش مقترحات إدارة الرئيس بايدن البديلة للعضوان على رفح جنوب قطاع غزة سنستمر في تقديم ما نعتقد أنه أفضل لإسرائيل بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها في رفح والتي لن تقلل فقط من الضرر الذي يلحق بالمدنيين الفلسطينيين لكن ستكون أيضا لمصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل وأعتقد أن هذه نقطة مهمة لليوم التاسع على التوالي شهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان تظاهرة حاشدة للمطالبة بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل ومحاكمتها هي وأمريكا والمطالبة بوقف العدوان لنا شهيد محيط السفارة الإسرائيلية في عمان بات على موعد دائم مع المحتجين غضب عارم على إسرائيل وأمريكا فهما في عيونهم وجهان لعملة واحدة هي الإرهاب أمريكا دائما على مرة العصور هي رأس الإرهاب الأول هي رأس الحية الأفعى الكبرى بدعمها بإسنادها للاحتلال الصهيوني هي شريك أساسي في كل المجازر التي ارتكبت بوطننا العربي من أقصى إلى أقصى أمريكا هي الراعي الحقيقي للصهيونية هي الراعي الحقيقي لدولة الاحتلال هذا الكلام ليس عاطفي هذا الكلام قامت عليه الدلائل لحد اليوم أكبر أسطول دعم قادم من أمريكا لصالح العدوان الصهيوني مطالب المحتجين الثابتة لا تتغير وقف الحرب على غزة وقطع كل العلاقات بإسرائيل ودعم المقاومة تخل المساعدات بأي شكل مش فقط في الإنزالات لازم يكون هناك فتح لكل المعابر هذا شغل تاني الثالث شيء والأهم من هذا الموضوع يقاف الجسر البري هنا بالأردن نرفض جميع التفاقيات جميع أي علاقة أو اتفاق مع الكيان الصهيوني نحن لا نرى في هذا الكيان إلا على أنه كيان غاصب محتل غاشم يقتصب أرضنا يقتل أبنائنا بدنا ننهي التطبيع بدنا نوقف الجسر البري والأهم من هيك إحنا موجودين هون إسناداً للمقاومة ودعماً إلها جميع فصائل المقاومة وينما كانت تكون إحنا بنأيد أي عمل مقاومة إحنا اليوم جايين ندعم المقاومة اللي خذلها كل العالم بأكمله المقاومة اللي هي حق مشروع للشعب الفلسطيني وحق كفلته جميع التشريعات والقوانين الدولية بالقسم على الدفاع عن فلسطين انتهت التظاهرة مع وعد وعهد للعودة إلى محيط السفارة حتى تغلق على نحو كامل محاكمة إسرائيل وقبلها أمريكا على رأس مطالب المتظاهرين الذين يدعون إلى معاقبتهما لأنهما الصنوان لا يختلفان ورأس الحربة في العدوان ويقولون إن التاريخ لن يرحم المجرمين والمتآمرين والمتخاذلين لنا شاهين عمان آه المايدين للمرة الأولى منذ تأسيسه يخسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية بهذه الصورة في تركيا نتائج فاجأة الجميع وأحدثت صدمة كبيرة في أوساط الحزب الحاكم فما الأسباب التي أدت لهذه هزيمة وما أبرز التبعات والتحولات عمر كايد هي نتائج صادمة للعدالة والتنمية ونقطة تحول مفصلية في المشهد السياسي التركي وهي أيضا انذار قوي وحاسم حول مستقبل الحزب الحاكم ما لم يجري تقييما شاملا ويظهر أداء مختلفا على نحو سريع نتائج الانتخابات المحلية التركية كانت تصويتا ضد حكم الرئيس رجل طيب إردوغان قبل أن تكون تصويتا لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض وبالتالي أرسل المخبر التركي رسالة واضحة إلى الرئيس إردوغان بأنه مستعد هذه المرة لمعاقبته إلى درجة إحداث تغيير سياسي على المستوى العام في حال لم ينجح في إدارة أو في معالجة المشاكل الأساسية لتركيا أسباب عديدة أدت إلى خسارة العدالة والتنمية لعل أهم استمرار تدهور الليرة التركية وارتفاع الأسعار بشكل كبير وأزمة المتقاعدين فيما أكد كثير من المراقبين أن الموقف من غزة غير المقنع للمخافظين ولشريحة كبيرة من القاعدة الشعبية للعدالة والتنمية دفعتهم للعزوف عن التصويت أو الذهاب باتجاه الاقتراع لحزب الرفاه من جديد إضافة إلى ذلك لعبت عوامل أخرى دورا في رسم هذا المشهد غير المسبوق ولعل أبرزها الأداء الناجح لرؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري وتفكك التيار القومي وانشقاق حزب الرفاه عن تحالف الجمهور رسالة قاسية وجهها الناخب التركي للعدالة والتنمية في هذه الانتخابات والسؤال هل سيعمد الحزب الحاكم إلى إجراء مراجعة جذرية لاستعادة المبادرة وإنقاذ مستقبله السياسي أم إن نتائج الانتخابات تشير إلى أن البلاد مقبلة على الدخول في حقبة جديدة عمر كايد أنقراء الميادين الكويتيون على موعد جديد مع صناديق الاختراع بعد أقل من عام على آخر انتخابات برلمانية فماذا في تفاصيل هذه الانتخابات وكيف ستتجلت تجربة الديمقراطية هذه هي الانتخابات الحادية والعشرونة في تاريخ البلاد الكويتيون على موعد مجددا مع صناديق الاقتراع بعد أقل من عام على إجراء آخر انتخابات برلمانية وبعد مرسوم أميري بحل المجلس السابق وهو المرسوم الثاني عشر المماثل في تاريخ مجلس الأمة فبحسب الدستور يحق لأمير البلاد أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل التجربة الديمقراطية في الكويت مثلت استثناء في محيطها الخليجي منذ أن بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي مع انتخاب المجلس البلدي وصولا إلى انتخاب أول مجلس أمة عام 63 استنادا إلى أول دستور والذي صدر قبل عام وهو دستور مكتوب تشترط إمكانية تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا من تلك المقررة في شأن القوانين العادية الدستور الكويتي عمل لتحقيق التوازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي حيث يتولى السلطة التنفيذية أمير البلاد والحكومة فيما يتولى السلطة التشريعية الأمير ومجلس الأمة أما مهام السلطة التشريعية فهي التشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين إذ لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد فيما تتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول ثلاث قضايا رئيسية هي شؤون التشريعية والسياسية والمالية ممارسة العمل الديمقراطي عن طريق الاختيار بالاكتراع لا يقتصر على مجلس الأمة بل تشمل أنماط متعددة كالانتخابات المحلية والبلدية عموما ترسخت معالم تجربة الديمقراطية في النسيج الكويتي فباتت الانتخابات أحد أهم الطقوص الاجتماعية والسياسية منذ الاستقلال وحتى اللحظة الراهنة النشرة انتهت لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والانجليزية والإسبانية إلى اللقاء